دعاء من القلب نطقت به الزائرة صرهود ستيتي من جمهورية الجزائر ولدت ببلدة عين العربي عام 1894 للميلاد أكرمها الله بأن تأتي إلى مكة المكرمة للمرة الأولى ضيفة من ضيوف الرحمن بعد عمر ناهز 125 عاما الحمد لله شرفني ربي وجيت شفت السعودية وشفت الكعبة وتمنيت العمرة وخشيت لهنا والحمد لله لازم نشوف وقالوا الحمد لله كدرت الرودة وصليت في الكعبة استحملت الرب تكحلت عيناها للمرة الأولى برؤية الكعبة المشرفة ولسانها لا يفتأ بالحمد والشكر لله تعالى بأن مد في عمرها حتى تصلي في الحرم المكي والروضة الشريفة أول مرة أول مرة كنت منها باش نخش للسعودية ونشوف الرودة ونشوف الكعبة باش نشوف الكعبة كنت نشوفها في التلفزة نعود نبكي إن شاء الله يا الله يا رب العالمين يا الله يا رب العالمين يكتب لي لحاجة نزيد نجي هنا لكم ونشوفكم كاش تموت الجهات المعنية بوصولها استقبلتها في المدينة المنورة ومكة المكرمة وقدمت لها كامل التسهيلات حتى وصولها هي وابنتها الصغرى جنات ذات عمر ال61 عاما هي تتمنى كل ليلة وكل يوم وكل شهر وعام وهي تتمنى باش تيقل تدي العمرة هذي وجدت للفرصة هذي وقلتوا يعني يا ربي سبحانه حق لها الأمل تاحها سنوات عدة وهي تدعو الله تعالى بأن يسر لها أداء مناسك العمرة والحج وأن لا تموت حتى تزور بيت الله وجدنا صعوبات لأن المشكل يكمل في السيستم يبقى على 1900 ما تحت 1900 ميلادي يعني وبعدين بعد أسبوع بعد المجهودات كبيرة بيننا وبين الوكيل الغير والخارجي وبحمد الله صدر التأشير فرحة غامرة للحاجة سرهودة تحققت بعد عقود من الزمن بأن تأتي إلى مكة المكرمة وتسجد أمام الكعبة المشرفة حمد وشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى أن أطال في عمرها حتى تحقق لها هذا الحلم مع أمنيات منها بأن تأتي إلى الحج إلى مكة المكرمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لها هذه الأمنية في حج هذا العام بها عسكر مكة المكرمة ترجمة نانسي قنقر